هذه راح تعطيني نقاط وبالاضافة راح يعني انا استفيد منها كخبرة وثقة اكبر وراح اتكلم عنها وبالفعل انا لاحظت المنتجات اللي انا استخدمتها شخصيا هي اللي يعني ماشي معاي اكثر بكثير من غيرها اللي انا ما استخدمتها فهذه اللغطة جدا مهمة هذا الطريقة الاولى الطريقة الثانية زباين مجرد ما تستخدمون المنتجات راح يصير عندكم ثقة وراح تبتون تتكلمون مع الناس تشاركونه بالنتاج هذه الطريقة حلوة وحماسية بيصير عندكم ناس تبيت تجرب فيصير عندك زباين اول ما يطلبون الزباين راح تطلب برقم عضويتك وراح يصير عندك تنتخلك طبعا النقاط الطريقة الثالثة اللي هو منتجات انا استخدم يعني او سوري الطريقة الثالثة هي منتجات اعطاء المنتجات كهدايا للناس يعني مثلا اذا كان عندي مناسبة صديق او صديقة بيتزوجون او من الاهل فبدال ما انا اشتريهم هدية ممكن ايش اسوي لهم هدية من منتجات فور ايفر مناسبة للمناسبة هذه او الحالة هذه اذا كانت ولادة اذا كان زواج اذا كان حفل مثلا مثلا يعني هذه الامور كلها فممكن اخذها كهدايا وهذه راح ايضا تعمل لي ايضا دعاية بنفس الوقت وايضا ايش الناس راح اوفر بدل ما ادفع مكان ثاني راح ادفع في منتجات و راح تعطيني الشيء النقاط ايضا منتجات تجربة كيف منتجات تجربة اذا كان عندي صديقات ما شاء الله عندهم مثلا مجتمع ولا عندي من الناس من الاهل ايضا ممكن ان اعطيهم منتجات صغيرة للتجربة فاقولهم الفكرة انا بدأت مثلا انا جربت منتج هذا وحب انك تجربينه وتقولين رأيك فيه لان ما شاء الله انا استخدمت اذا ما تبون تقولون له عن بيزنس مثلا او تقولونهم ان انا بدأت بيزنس جديد وهذا ابيك تجربين ليه وتعطيني رأيك فيه فالشخص مجرد ما يجرب ملطب شفايت معجون اسناء فيه منتجات الشخص من اول تجربة راح يحس بفرق فالمهم انا اعطيهم هذه المنتجات الصغيرة نفس الشخص راح ينبسط عليها ايضا التركيز على المجموعات ايش هي المجموعات المجموعات دائما هي تعمل نقاط كثيرة زي مجموعة كلين ناين طبعا مجموعة منتجات البشرة طبعا كل هذه الاشياء انا ارودي اقول لكم اول شي لازم تستخدموها بشكل شخصي لانكم ما تقدرون تسويون بيزنز الا اذا كانت عندكم تثقة بالمنتجات هذه واذا صارت عندكم تثقة وتجربة راح يصير عندكم تسويقها سهل جدا بين الناس المعارف الاصدقاء الى قارب ورح تتكلمون عنها بشكل طبيعي جدا وتلقائي فمنتجات منتجات البشرة او الشعر في عندنا مجموعة الشدة الاخولاد مجموعة سوني كيت زهرة الشباب هذه الامور حتى ممكن نسوي مجموعات خاصة احنا مجموعة الطفل الرضيع او البيبي يعني مجموعات بالشكل عام تساقط الشعر هذه ممكن تكون رائعة جدا لانها رح يكون اكثر من منتج والنقاط هذه رح تنجمع وراح تساعدنا اكثر احسن بكثير من الشخص ياخذ يبيع او يركز منتج منتج فراح ياخذ وقت منه هو او فريق عمله ايضا المنتجات المساعدة بالصحة يعني الناس اللي عندهم ارتهابات مفاصل يعني بشكل عام تعب او ارحاق او عندهم دائما يمرضون او عندهم ضغط او كوليسترول او بواسيرة او قولون او ارتهابات او مشاكل الجهاز الهضمي هذه المنتجات اللي هو المشروبات جدا مفيدة رح تساعدهم بس لازم زي ما قلنا احنا اذا كانوا ياخذون دوة لازم يبدأ الشخص بجرعات مخففة من 20 مل مرتين في اليوم يزيد 30 مل الى ما يصل الى 45 مل مرتين في اليوم فهذه رح ايضا من المنتجات اللي كثير ناس استفادوا منها المهم احنا خلصنا نقطتين طبعا على فكرة ايش سويت انا اول ما بدأت حطيت اسماء كل الناس اللي اعرفهم كل واحد اذا كان عنده مثلا اللي بشرتها تعبانة او اللي عندها وزنزايد او اللي عندها طفلتها عندها اكزيمة او امها عندها مشاكل ركبة فكلمتهم بطريقة يعني حلوة وخفيفة فقلت لهم فلانا كيف حالك امك كيف حال الوالدة مثلا بعد السوال فى شوي كده كيف الحال الوالدة فتقول والله تمام الحمدلله فقلت لها على فكرة انا في منتجات واحدة كلمتني عنها وما شاء الله انا استخدمتها واستفدت منها كثير منتجات من الصبار من شركة اسمه فور ايفر سمعت عنها فهين ممكن تقول اكيد اغلبهم يقولون لا فهين اقول لها طب ليه طبعا انا ليش كلمتك لانه في منتجات او مجموعة للمفاصل وجدا ما شاء الله ناس يستفادوا منها فانا صراحة ذكرت الوالد قلت يمكن حابة تجربها لانها جدا طبيعية وما فيها اي كيماويات بنفس الوقت ساعدت الناس كثير وما شاء الله ممكن اذا كان احد من اهلك ممكن تقولون انها ساعدت ايضا احد من اهلي وهكذا فهذه ايضا طريقة حلوة جدا وبالفعل سوتي زبان كثير في بداية طريقي المهم الان نجي حق نقطتين عرف كيف نسوي نقطتين الحين كيف اسوي ثمانية نقاط حق فريق العمل من وين الاقي فريق عمل فريق عمل طبعا ممكن طبعا مطلوب مني ثمانية نقاط كيف من وين اجيب ثمانية نقاط حق فريق العمل في عندي طبعا اكثر من طريق اول شي لازم اعرف الناس من وين اجيب الناس اول شي راح ممكن اسوي شبكة تمرين شبكة الاتصالات هذا التمرين انا شرحته في اكثر محاضرة لكن باختصار راح اقول لكم اللي هو انك تكتبين كل الناس اللي انت تعرفونهم بشكل عام في حياتكم اذا كانوا مثلا اهل ومعارف اذا كانوا مثلا زملاء دراسة او عمل واصدقاء اذا كانوا في التليفون مثلا في قائمة التليفون حقي او بالسوشال ميديا في قائمة الانستجرام او الفيسبوك تمام الناس اولا تعرفنا عليهم هناك او اه ممكن ايش الترشيحات الناس اللي اولا الناس رشحونا اياهم بعد مثلا ما استخدموا منتج او انا اسألتهم ممكن تعرفون احد ممكن يدور على شغل مثلا او يدور على فرصة عمل مثلا مرة كبيرة في السن جارتي طبعا هي مناسبة حق البزنس فس راح اقول لها تعرفين احد في الترشيحات تقول ايه والله انا صدقتي بنات هيدورون على شغل بالفعل اعطتني ارقام تليفوناتهم وبالفعل كلمتهم واحدة فيهم شاركت معاي ايضا اللي هو علاقات جديدة كل يوم كل ما اروح مكان اه اتعرف على ناس جدد ويعني اعمل علاقات جديدة كل يوم او اوزع كرت هذه ايضا طريقة من الطرق اشتركوا في القناة